السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بحضراتكم معاه في قناة مكتطفات حلو من كل مكان معكم احمد النهاردة هعمل لكم طريقة عمل الفسيخ بطريقة سهلة جدا ومميزة طبعا وليت استسهله وتشتري من برا وانت تعرف تعملها في البيت وسهلة وجميلة وبسيطة والطعم حكاية وتبقى عارفة انت عملته ازاي اعتمد الطريقة دي ان شاء الله ميكونات عبارة عن طبعا هنجيبه سمك بوري يكون صابح اه اتغذيه تغسليه تحت الحنفية مية دافية وتضغطي بس كم ضغطة كده على السمكة اه حاجة بسيطة كده وتاخد السمكات علقيها لمدة ليلة كاملة اه في الايه والحد ما يتنزل كل المية اللي في بطنها والدم من بقى ونخيشمها اتنزلهم من بقى ناخدوا بقى السمكات نكونوا مجهزين خلطة كده جميلة كده عبارة عن حوالي كوباية كبيرة ملح عشان نحشو الخيشيم الاول كوباية كبيرة ملحة عليها معلاعة كبيرة شطة معلاء كبيرة كركم معلاج كبيرة فلفل اسود تمام هنخده بقى الكمية ديت قا النقلبوها ونحشو الخيشيم كويس جدا جدا ونحشو بتاع الفسيخ تمام ناخده بقى السمك ناخده بقى كده ونحطه في كيسة ونحشو بقى كده ونحطه حوالي طبعا الكيلو سمك حوالي كيلو ملح على الكيلو زمك حوالي كيلو ملح هنحط بقى ايه الملح طبعا الملح الرشيدي اه من الخشن ده اه طبعا اه هناخدوه بقى نحطوه في كام كيزة كده طبعا انا لفته طبعا بالبلاستر كمان هوت كام لفة كده عشان ايه وكم كيز بقى كده يجع خمس ست كياس كده على بعضهم عشان الريحة وكتمنا الفيزيخ وخلاص وقعدت تقلبوا بقى ايه كل يوم تقلبتين مرة يمين مرة شمال مرة فوق مرة تحت كده يعني لحد ما ايه حوالي سباح تمنة ايام لحد ما الفيزيخ بتاعنا بقى بالشكل ده تحف شكله جميل شكله يفتح النفس بصحيح عارفة انت عملته ازاي عملتي فيه ايه مفيش شوفي هتنفتحه بقى الفيزيخة بالطريقة دي طريقتها جميلة وطريقتها سهلة وعارفة انت عملته ايه وحطتي ايه وخلتي ايه كده شوفي ورحته بقى حكاية جميل جدا اعتمديها واعمليها وان شاء الله تطلع سهلة وجميلة ودعي لدعوة حلوة ان شاء الله لما تطلع بالشكل ده شوف اللون بتاعه شوف اللون بتاعه والشكل بتاعه والفيزيخة عاملة ازاي الله جميل جدا جميل جدا بسم الله ما شاء الله طبعا انا خدت الفيزيخ بقى ده نضفته بقى وشلت بقى الايه القشور بتاعت ديت وفتحت الفيزيخة كده وحطتها في طباق التقديم وحطت جزر ولمون بقى والشطة وجهزنا بصل بقى في جنب كده وشوية سلطة وخفاز نعيش وعملنا بقى ايه شغلة كده الله شوف الفيزيخة طحفة جميلة جدا الله عليها مستوية بقى وجميلة واللونها طحفة طبعا بقى عوزة تشلل السلسلة بتاعت دار الفيزيخة ايه اوكي ماشي مش حبة براحتك يا غيفة وتمصمص كده ساعة الاكل كده بتبقى لها طعم تان ورشة آآ ورشة جاريها كده زيت زتون اهيت حلوة الطعم جميل جدا آآ يا رب بتعمل الطريقة ديت وتدعلي دعوة حلوة كده آآ وكل سلام انتوا طيبين متنسينش بقى باللايك آآ والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكل جديد واترككم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي